اشتركوا في القناة من ايام الظلم من ايام الظلام التي حلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن صار طعام سنة لم ينضموا يوم الا وهناك حديث او عنوان عن مخرج من مخرجات هذه الكالثة التي حلت في العراق واحد من العناوين الجديدة التي ظهرت او هي ليست جديدة لكنها ربما برزت خلال هذه الفترة انه العراق يخسر يوميا 18 مليون دولار بسبب حرقه للغاز الطبيعي ويستورد من ايران باضعاف سعره الحقيقي يعني يحرق غاز طبيعي ويستورد غاز طبيعي من ايران باضعاف سعره الحقيقي هذه كالثة كبيرة هذا واحد من اوجه الكارثة واحد من عناوين الكارثة التي حلت في العراق التقارير العالمية تشير اليوم الى ان العراق ثاني اسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز العراق يحرق نحو 70% من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج بالتزامن مع أسرار السلطات والحكومة على استيراد الغاز من إيران البنك الدولي طبعا يتحدث عن هذه القضية يقول أن العراق أحرقه في العام الماضي فقط يتحدث عن عام 2020 يتحدث هو التقرير الحقيقة يتحدث أحرق 21 أيضا يعني يتحدث عن عام 21 حقيقة يتحدث عن أنه العراق أحرق 17 مليار و 37 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ووكرت الطاقة الدولية تقول أن كمية الغاز هذا الذي يحرقه والذي أشار للبنك الدولي تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين أو الغاز الذي يحرق يوميا ويتحدث عن الغاز ووكرة الطاقة الدولية تحدث عن الغاز الذي يحرق يوميا يقول تقول وكرة الطاقة الدولية أن هذا الغاز الذي يحرق يوميا في العراق يكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين مسكن منزل بالطاقة الكهربائية دائما في العراق والعراق يعاني من كارثة ونقص في توفير الطاقة الكهربائية في الوقت نفس معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول أن العراق يدفع مبالغ كبيرة لإستيراد الغاز الطبيعي من إيران يعني عشرة أضعاف الكميات التي يستورد يعني هو يحرق عشرة أضعاف الكميات التي يستوردها لكن يستورد من إيران ويدفع لها مليارات الدولار سنويا يصل الهدر بالغاز إلى ما يساوي نحو 2 مليار ونص دولار سنويا الخبراء يكدون طبعا أن حرق الغاز هذا قيمته مثل ما قلنا 18 مليون دولار يوميا يكلف العراق منظمة الصحة العالمية تؤكد أن البصرة واحدها التي تنتج نحو 90% من نفط العراق الذي يحرق بها الغاز وصلها إلى حالة أن البيئة مالتها غير صالحة للسكن خلال العشر السنوات القادمة لا يمكن أن تكون بيئة صالحة لسكن أي بشر في البصرة إذن البصرة معرضة للدمار الكامل أهلها يجب أن ينتقلوا إلى مكان آخر لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان في ظل بيئة ملوثة بهذه الطريقة من حرق الغاز في هذه البصرة خلال السنوات العشر القادمة والسنوات العشر الحقيقة في عمر الشعوب لا تساوي شيء بصر سريعة السلطات الحاكمة تدفع أربعة أضعاف سعر الغاز يعني الذي يعرض على العراق تدفعه إلى إيران لكي تشتري الغاز من إيران جاءت بمحطات غازية نحن ليس لدينا غاز نحلق الغاز جئنا بمحطات غازية لتوليد الكهرباء وعندما يسألون من أين سنأتي بالغاز هذا اللي يشغل هذه المحطات الكهربائية لكي نعم بالكهرباء نستورده من إيران وبالتالي نصدر لإيران نفط تحول إلى غاز وماعرف شلون ونعطيها فلوس كبيرة جدا جدا لكي تعطينا الغاز نشغل بمحطات الكهرباء ومتى ما زعلت إيران ومتى ما كان عندها أي عطل معين أو أي رؤية سياسية معينة توقف هذا ويتحول أهل العراق إلى أو جو العراق خاصة بالصيف إلى فرن والكهرباء تتوقف عنه وكثير ما خرجوا العراقيين ينادونها بالكهرباء وهذه يقل الخدمة هذا واقع الحال هذا واقع الحكومة للتحكم العراق هذا واقع النظام الجديد الذي جاءت به أمريكا والذي يتحدثون بي عن الديمقراطية والحرية والازدهار في العراق هذا واقع السلطة ع السنة من الخراب والدمار هذا جزء من عنده هذا وجه واحد من أوجه هذه الكارثة واحد من مخرجات هذه الكارثة هذا الذي تحدثنا عنه الآن فكيف يمكن أصلاح هذا الحال تغيير هذا الحال مع بقاء نفس الوجوه مع بقاء العملية السياسية مع بقاء نفس الصراق نفس الأحزاب نفس القوى التي ساهمت في وصول العراق إلى هذا المستوى هذا هو السؤال المهم وهذا السؤال من يجيب عليه هو الشعب العراقي فقط لذلك الحديث عن حكومة حكومة اغلبية وطنية حكومة معرفة منه كذبة كبيرة محاولة لتسويف الأمور للضحك على الناس محاولة لتسويق العملية السياسية مرة أخرى ولبقاءها واستمرار قاطرت على السكة ليس أكثر وقت هذه الحلقة قد انتهت أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إذا ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة